لا أظن الأمر إلا أسرع من ذلك يعني وش هي الدنيا يا إخواني وش هي الدنيا تمر والله سريعا والله تمر سريعا وهذا جرَّبناه أيها الإخوة مرَّت سريعا كنا ننظر إلى من بلغ الخمسين والستين والسبعين واليوم مرَّت علينا سرين والله كأنها لمحة بصر وهكذا يا إخواني الدنيا كلها تمر عليك حتى إذا كشف الغطاء وحُصِّلت أعمال هذا الخلق في الميزان وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان مبيضة مثل الرياط بجنة والسود مثل الفحم للنيران فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجِذ الندمان وهناك تعلم كل نفسٍ ما الذي معها من الأرباح والخسران سبحان ربي الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان لو شاء كان الناس شيئًا واحدًا ما فيهم من تائه حيران لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان وسواهم لا يصلحون لصالحٍ كالشوك فهو عمارة النيران وعمارة الجنات هم أهل التُقى الله أكبر ليس يستويان أهل الجنة يقولون إذا دخلوا الجنة يقول الله عز وجل لهم وتقول لهم الملائكة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وفي الآية الأخرى كلوا واشربوا هنيئًا بما بما إيش بما أسلفتم في الأيام الخالية في الأيام التي نعيشها اليوم هناك من يستثمرها هناك من يعرف قدرها فيستغلها في طاعة الله وفيما يُقرِّبه من الله وهناك من يُتبِع نفسه هواها نسأل الله العافية يُتبِع نفسه هواها وهو في الحقيقة في عذاب لأن السعادة حقيقةً والله في طاعة الله عز وجل وفيما يُكرِّب من الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله عز وجل من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنُحيَّنَّه حياةً طيبة هذا في الدنيا والآخرة ولنجزيَّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدي قلوبنا وأن يُصلِح أعمالنا اللهم اهدي قلوبنا وأصلِح أعمالنا يا رب العالمين وأعِنَّ على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك اللهم أعِنَّ على ذكرك وعلى شكرك وعلى حُسن عبادتك يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلِح لنا شأننا كله ولا تكِنَّ إلى أنفُسنا طرفة عين اللهم أكرِمنا ومنَّ علينا واحدِنا لإستثمار العشرِ المُقبلات فيما يُقرِّبُنا منك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام أدِم على هذه البلاد المملكة العربية السعودية أمنها واستِقرارها وطُمأنِنتها اللهم من أرادها بسوءٍ أو شرٍّ أو فتنة اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره دمارًا عليه يا رب العالمين ونسألك اللهم صلاحًا وهدايةً وتوفيقًا لولاة أمرنا اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تمنَّ عليه بالشفاء والمُعافاة اللهم ألبِسُوا لباس الصحَّة والعافية ومتِّعنا بأيامه وعمره يا ذا الجلال والإكرام ووفِّق وليَّ عهده الأمير محمد بن سلمان إلى ما فيه عز ونصر وتمكين الإسلام والمُسلمين إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين